السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم من جديد في قناتكم لا حياء في الدين في فيديو جديد في فيديو اليوم سوف نتناول موضوع إخباري أكثر منه يتكلم عن معلومات عامة حول الهياة الجنسية وهو قصة مضحكة وطريفة في آن واحد وتخص الأماكن الحموية كما يقال بصفة عامة هو صبي يقوم بإدخال إبرة خياطة داخل مجراه البولي أو قضيبه الذكري للبقاء مستيقظاً قد تخطر للطلاب الكثير من الأفكار الغريبة للبقاء المستيقظين أثناء قيامهم بواجباتهم المدرسية لكن بالطبع ليست أفضل طريقة هي إدخال إبرة بطول عشرة سنتيمترات داخل المجرى البولي ولكن يبدو أن هذه الطريقة هي أفضل ما توصل إليه هذا الطفل الصيني البالغ من العمر 12 عاماً من الواضح أن هذا الطفل المجهول الهوية من مدينة صانشي في مقاطعة الشيان الصينية كان قد وصل إلى أقصى مرحل اليأس أثناء محاولاته العديدة للبقاء مستيقظاً عند قيامه بواجباته المدرسية لذلك فعل ما هو من الصعب تخيله حيث قام بإدخال إبرة تستخدم في علاج الوخز بالإبر الخاصة بجدته في المجرى البولي الخاص به المجرى البولي هو عبارة عن أنبوب حساس يتم من خلاله اندفاع البول خارج الجسم لكن لا نعلم لماذا اعتقد أن هذه الطريقة تساعده على البقاء مستيقظاً ولكن بحسب ما قالته والدته فإن هذا الأمر هو الذي دفعه للقيام بذلك فيما بعد اكتشف الطفل أنه قد دفع بهذه الإبراء لأقصى حد وإنه غير قادر على إخراجها لذلك أصبح يعاني من صعوبة حقيقية في المشي بشكل طبيعي بالإضافة للألم الفضيع قالت والدة الطفل البالغ من العمر 12 عاماً أنها لاحظت التصرفات الغريبة لابنها في 25 يوليو الفارد عند رفضه ممارس تمارينه الرياضية المعتادة بعد الغذاء عندما عندها أصرت عليه للخروج بصحبتها للمشي للتعويض عن التمارين التي فوتها لكنها لاحظت أنه يمشي ببطء على غير العادة بحسب الموقع الإخباري أسيا وون اعتقدت الأم أن ابنها يعاني من نوبة غضب لكن اعترف الصبي في وقت لاحق من تلك الليلة أنه قام بإدخال إبراءة معدنية داخل مجراه البولي وذلك لمساعدة نفسه على البقاء مستيقظاً أثناء قيامه بواجباته المدرسية وقال الصبي غالباً ما أشعر بالنعاس عند قيامي بواجباتي المنزلية كنت أريد فقط إنعاش نفسي ولكن علقت الإبرة داخل مجراه البولي بعدان سمعت والدته اعتراف الغريب سارعت بنقلي إلى المستشفى المحلي حيث وجد الجراح وونج تشينج تشينج الإبرة بعيدة كل البعد عن مجراه البولي واتضح له أنها بقرب المثانة وقال وونج أنه يمكن أن تسبب له عدوى أو يمكن أن تسبب ضرر للمجرى البولي وأن تخترق الأوعية الحساسة الأخرى لحسن الحظ تمكن الجراح من إزالة الإبرة التي يبلغ طوله عشر سنتيمتر دون تسببه بأي ضرر من الواضح أن الكثير من الناس الذين سمعوا بقصة هذا الطفل لم يصدقوها مدعين أنها من نسج الخيال أو أنها اختلقت لإخفاء ما هو بغاية الوضوح فكتب أحد مستقدمي موقع ويبو معلقا على الحادثة هذا السلوك ليس بدافع البقاء مستقظا بل إنه حالة من حالة جهل المراهقين علينا أن لا نهمل التثقيف الجنسي بينما علق شخص آخر على هذا الموضوع قائلا هل من المعقول أن الناس في هذه الأيام بغاية السداجة؟ من الواضح أنه قد أدخل هذا الجسم الغريب للحصول على المتعة كما علينا أن لا ننسى أن بالنهاية طفل غير قادر على الاعتراف بدوافعه بشكل علني هو صريح وذلك لحفظ ماء وجهه ولكن الخطأ الأكبر يقع على والديه الذين من واجبهما تثقيفه وتوجيهه لتجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل فماذا ولو حاول إدخال سلك في الأيام القادمة وتسبب له ببعض الضرر الجسدي أو العاهة المستدامة؟ إلى هنا أحبائنا كنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي يحتوي طرافة أكثر منه معلومة عن الثقافة الجنسية إلى هنا نتمنى لكم أن تكونوا قد استمتعتم معنا إلى أن نلتقي في فيديو آخر دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر